ماجد وقف في حفلة شاف فيها بنت جميل قوي ونفسه يروح يتعرف عليها لكن فجأة فيه صوت في دماغ ماجد بيقوله بلاش انت كده هتبقى بتعكس امسك نفسك كده وبلاش شور الاطفال ده ماجد بيسمع للصوت ده بس المشكلة ان فيه صوت تاني برضه جوه دماغ ماجد بيقوله انت جابان يا ابني البنت جميل قوي لو خلصت الحفلة وانت ما تعرفتش عليها مش هتشوفها تاني اتشجع كده يلا وادخل تعرف عليها فبيرجع الصوت الاول يقوله خليك مكانك عشان يزيد الصوت التاني ويقوله يلا تشجع كده وخش عليها الموضوع يبتدي لما النفس البشرية بتبقى قدام اي اختيار او موقف الانا هو المسؤول عن اتخاذ القرار بس زي اي مسؤول عنده المساعدين بتوعه اللي هم الانا العليا وانا الهوية واللي يقترح عليه يعمل ايه في اي موقف في حياته الانا الهوية ده بتاع الرغبات والشهوات بتاع اللزة المادية وجسدية الانا العليا بتاع المبادئ والاخلاقيات بتاع النظرة الروحية باول ما الانسان يحب ياخد القرار بيحصل زي اجتماع كده ما بين التاتة دول عشان يوصله النتيجة يكون عليها شبه اتفاق بين الاطراف عشان الانا ينفذها فالاصوات اللي كانت في اتماغ ماجد دي ده اللي كان بيحصل اثناء الاجتماع الانا كاي مسئول هامه في النهاية ان النتائج الملموسة على الارض الواقع ترضي الشخص نفسه فالانا بيفرح قوي لما الانسان يبقى شكله كويس ويبقى موت اهتمام يبقى متميز وفي نفس الوقت يبقى مبسوط ومتناصق مع مبادئه وقواعده الاخلاقية ولو الانا وجد صعوبة في تحقي هدفه بيلجأ لآليات الدفاع النفسي فمهمة على كل انسان يكون فاهم نفسه قوي ويكون فاهم ان ساعات المهمة على الانا بتبقى تقيلة شوية ساعات الخناقة بتوصل ما بين الانا والانا العليا والانا الهوية لدرجات صعبة جدا ومش بيبقى المفروضة على الانسان ان يستسلم او يحس بتخبط وضيعه قد ما بيبقى مطلوب منه يكون على قدر ناضج من المسئولية ان يواجه نفسه بشكل قوي وحزم يعرف هو عاوز ايه بالزبط وازاي هيكون مستعد لتحمل مسئولية اختيار ومسيا سيد